وسامة أبو علي مهاجم النادي الأهلي بحسب مصادرنا في النادي الأهلي اشتكى من إصابة بكدمة في الكتف بعد مشاركته في مباراة مزمي مبارح مصدرنا في النادي الأهلي قال إن وسامة أبو علي هيكون جاهز بشكل طبيعي جداً للمباراة الإسماعيل يوم الأربع اللي جاي والكدمة اللي اتعرض لها مش هطايقه عن التواجد في المباراة القادمة هيكون تحت تصرف الجهاز الفني وإن كنت يعني نظراً للمباريات الأفريقية اللي جاية النهاء الأفريقية يعني مباراة الترجي مهم جداً 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 ومارس الكرة اللي هيعمل كده متستغربش لو مارس الكرة المباراة اللي جاية ما بدأش بوسعب علي وبدأ بكهرباء مثلاً أو مودست متستغربش ليه لعيبة العناصر الأسية قوي دي اللي هتبقى مهمة في مباراة الترجي مهم جداً في مباراة الدولة اللي جاية قبل النهائي مايتمش استهلكم مايتمش استهلكم بالمناسبة ومباراة الإسماعيلي يوم الأربع اللي جاي أليو ديانج بحسب مصادرنا أيضا في النادي الأهلي اقترب جدا من تدعيم قائمة النادي الأهلي قدام الإسماعيلي وكولر هيقعد مع الجهاز الطبي يوم الاتنين اللي جاي عشان ياخد تأكيد طبي على مشاركة أليو ديانج أو تواجده في قائمة مباراة الإسماعيلي أليو ديانج بقى له كتير أوي غايب كتير بقى أنا كتير أوي مشوفناش أليو ديانج حتى لو أليو ديانج ما كانش أساسي قبل ما يصاب في النادي الأهلي ولكنه يبقى عنصر مهم جدا 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 مع كمان عديد من الغيابات في وسط ملعب النادي الأهلي أليو ديانج كمان لذلك أنا هيبقى محتاجه أفريقيا كمان جدا الوركريت المجود البدن اللي بيعمله أليو ديانج دايما بيحتاجه المدرب تحديدا في مباراة الأفريقية أكتر من مباراة الدوري كمان